تعرفوا قلت لكم لأنه في ناس كثير في اليوتيوب كان عمرتهم بالتعليقات إنه أطلع مع اليوتيوب بنفس الوقت اللي بطلع فيه مع الفيسبوك فعشان هيك بس يعني كان فيه ضغط كثير خير نحكي من الشباب إنه نجرب فجربنا اليوم شي نحاول نطلع فيه بين اليوتيوب والفيسبوك ممكن لأنه الشباب الآن في اليوتيوب ما شارفوا الموضوع نعيد القصة ببساطة وحكيت ببساطة إنه كان عندي صديق دائما بكرر نفس الجملة بقول أنا لصاحبه البرشلوني هو مدريدي كان دائما يكرر نفس الجملة لصاحبه البرشلوني ويقوله ببساطة إنه أنا والله شو ما يصير أنا في النهاية حانتصر شو ما حيصير أنا في النهاية حكون أفضل منك أنا بيني وبين مدريع برشلونة الزمن فكان هذا يقوله يعني كيف بينك وبين برشلونة الزمن كان يقوله ببساطة انه أنا حعيش طويل برشلونة 7-8 سنين وهذا النادي حيكون مع السلامة هذا بكل بساطة وهذا اللي صار اليوم الزمن في النهاية أسقط برشلولة وهذا كنا متوقعين وأنه برشلولة ما يضلل أبد فريق والله بدون يعني خير نحكيها ببساطة يضل فريق ما فيش زيه في الدنيا وهذا الكلام لا بالأخير كان لازم يسقط كان لازم هذا الفريق ينتهي ويخسر زي ما شفنا اليوم طبعا من أهم الأشياء اللي بتصير معنا أنه برشلولة على الدور الأوروبي لا نقاش ولا منطق ألاقي كلام بأنه الروح على الدور الأوروبي إيجابية لا هي سلبية سلبية لثلاث شغلات الشغلة الأولى هي سلبية بالسمعة هذا أول شيء سلبية بسمعة برشلولة لأنه سمعة برشلولة الآن هزت برشلولة فريق أصبح من نظر الناس كثير أنه فريق مش قوي سمعة تعلاقات العامة كويسة مش كويسة ثانيا ماليا خسر ثالثا لو في لعبين حابين يروحوا على برشلولة حيترددوا الآن يقول لك أنا شوف ودينا على مشروع مش مضمون هذولا ثلاث شغلات مهمات جدا صارت الآن مع برشلولة حرفيا وبين هون بنبلش على الأشباب السلبية طبعا من الإيجابية هي إيجابية واحدة أنه الفريق بروح على بطولة بيجهز فيها نيكولاس جونزالس بيجهز فيها قاذي اللعبين للشباب في بطولة على مستواهم مش كثير أبعد منهم يبلش يعالجه عيوبه ويتطور هناك ومش أول فريق بالتاريخ بروح على الدوري الأوروبي ببساطة لأنه كثير فرق راحة المهم تتعلم من هذا الدرس تستفيد من هذا الدرس وفي المستقبل تحقق الشيء اللي بطلوب والشيء اللي بتقدر تبني فيه للمستقبل هذا هي ببساطة مشكلة الذهاب للدوري الأوروبي الآن هذا النقطة الأولى طبعا الإيجابية حكيناها بالنسبة لبرشلولة اللي صار طبيعي بالنسبة لبرشلولة اللي صار طبيعي جدا 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 اللي حدار كان مستورت للسنوات الخطوات السيئة والعشوائية كانت مستمرة للسنوات وللأسف كملها لابورتا ببساطة كملها لابورتا وما أخذ خطوة للأمام بالعكس أخذ خطوة للخلف ما بتكلم عن ميسي بس بتكلم عن فكرة السوق كاملة والتسرع بالتوجه للشباب بشكل مطلق وكل هذا الكلام فهذا الموضوع طبعا فيه ناس بسألوني بقولوا هل سيكون هناك تحليل للدور الأوروبي؟ لا مش هيكون هناك تحليل للدور الأوروبي بتكم تعذروني لأنه بصراحة يوم الخميس واليوم الوحيد الواحد برتاح فيه فاعذروني بأنهم يعذروني جمهور برشلولة الله يوفقكم لحالكم في هذه البطولة ولا لو اليوم بيروحونا هذا بالنسبة للموضوع فمنسبة لبرشلولة اللي صار طبيعي الآن بييد برشلولة متى يرجع كثير فرق كبيرة وصلت للأرض ووصلت للحضير رجعوا حسب سرعتهم حسب الصح والغلط اللي عملوا اللي اشتغل صح واجراءات صح وقرارات صح رجع بسرعة واللي اشتغل غلط وقرارات غلط طول كثير تيرجع الآن بييد لابورتا يتصرف بعلمية يتصرف بمنطقية يتصرف بعيدا عن العشوائية والشعبوية اللي بيحاول يمارسها إذا حابب يرجع بسرعة يظلوا يتصرف بنفس الاسلوب يطلع قولك سنشتري فلان وفلان وفلان ولساته بيعتقد انه صحيفتين موندو دو بورتيبو وسبورت إذا بثوا ميت خبر حيشتروا للعب بيكون غلطاني كثير وجربوها كثير بآخر فترة وما ضبطت الإعلام لا اشترى حد ولا خلى لعيبها حتى ببساطة يعني اللعيب اللي كان بيطلع طلع مثل موري حتى موري بشافل الصغير الإعلام ما قدر يخليه فخلينا نقول واضحين الآن لغة الكورت القدم لغة أرقام لغة إدارة صحيحة وعلوم صحيحة لذلك ما في أمل هذا الشيء الأول الروح على بايرل بايرل فريق يعني بصراحة اللي خليسمي اللي أمه داهية عليه بتوقعوا معه فريق صعب صعب جدا يعني اليوم بتفرج على بايرل هيك هل تلعب بستين بالمئة خمسين بالمئة بمستواء فريق كبير اللياقة البدنية بملكها مع ستوبكورت الخدم الحديث اللي عنده خلي الموضوع كثير صعب خلي مواجهة بايرل كثير معقدة وكثير صعب بهذا ببساطة كثير معقدة وكثير صعب هذا بايرل مش بس مشكلتك لازم تهزمه تكتكيا لازم تكون ذكي معه بدنيا ولازم تكون حاسم معه أمام المربع لأنه يسمح لك ثلاث أربع فرص وبكلنا من يعرف ربما لو لبان دفيسكي لعبة السنة الماضية لا ربما جابه دور الأبطال فريق كامل فريق شامل مين ما يغيب عنه قادر يحافظ عن منظومته من أقوى نسخ بايرل اللي شفتها بحياتي يعني أنا شفت بايرل اللي جاب دور الأبطال أوروبا 2001 وشفت بايرل اللي قوي في فترات كثيرة وشفت بايرل الثلاثية بتاعت 2013 يعني بالضبط فما شفت بايرل بهذه القوة أبدا هذا فريق مرعب فريق مختلف الآن خلين أشوف الأسرية الشباب بحقول يا رجل تزور حلب إن شاء الله لما تهدر الأوضاع سننزل على سوريا منفس ديباي هل هو لعيب لبرشلون منفس ديباي لعيب لبرشلون على قدرات ببرشلون الحالية المالية واحد يقول لي سنعودك مع عادة ميلان لا هيك مشكلة كبيرة لأنه ميلان نقعد 17 سنين كم نقعد 5 سنين 6 سنين ترجع برشلون لا يتحمل لا يتحمل 6 سنين أبدا 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 نرى واحد يقول لي تستاهل لماذا تستاهل اليوم أن تتصدر هناك ناس يتفكر أنه عندما يخرج أنه مزعلان لا أعرف إذا هناك ناس يبث ومزعلان لكن أنا لا هل ممكن الفوزباليوروباليج يكون جيد طبعا الفوزباليوروباليج يعوض ماليا يعوض معنويا سيكون جيد لبرشلون اليوم ترى صار خبر كثير مهم يعني مهم جدا اللي هو أنه ساسبورغ يتأهل على دور 16 في دور أبطال أوروبا نالي نفساوي لأول مرة بيوصل للتاريخ هذا الدور ونعرف أيضا أنه هذا النادي كان يظل يطلع من الأدور الإقصائية في الماضي هل نرى هل تفريغ الفريغ من النجوم والخبرة طبعا اللي صار تفريغ كثير سريع من الخبرة تفريغ كثير سريع من النجوم واللاعبين اللي عندهم خبرة كان كثير غلط هذا كان كثير غلط وكثير غير مفهوم وكثير غلط اللي عمله لابورتا هذا خطأ لابورتا التفريغ المطلق خطأ لابورتا الفريق اللي تركه بارتوميو عشان كون وابحين ترك فريق بيلعب بأدوار 16 دور أبطال أوروبا مع سان جيرمان هذا اللي تركه بارتوميو اللي تركه بارتوميو فريق قبلها بسنة اللعب دور ثمانية دائما اللعب دور متقدمة فالفريق اللي تركه بارتوميو مش فريق بيخرج من دور الأول هذا عشان نكون دقيقين الآن آه في أخطاء مالية نعم بس في ناس كملوا على الفريق بقدر برشنون يشارك بالشباب بالدور الأوروبي أنا برأيي بالدور الأوروبي برشنون لازم يلعب ويجيب أحسن النتيجة ممكنة لأنه كل مباراة بيلعبها فيها شوية بعد ما طلعت ثاني بدور المجموعة بعد ما عنات بدور المجموعة فما بتفرق أول ثاني اليوفي بيعرف أنه ما بتفرق أول ثاني وربما بالنسبة اليوفي الصدار أهم معلويا لأنه وضعنا بالفترة الأخيرة شوي سيئ بصراحة كمشجعين اليوفي يعني الفريق وضعه صعب جدا فبالتالي أنه يتأهل ويلعب دول الأبطال يعني يتأهل وهو متصدق يكون خبر جيد مع أنه ممكن من قرعة واجعك مع ثلاثة كمدريد يعني وإنك ما تصدرت أساسا هل برشلون يقدر يحقق شيء في الدولة الأوروبي يقدر برشلون يعني بده يتطور شوي ويقدر يحقق أشياء المطلوب من التشابي الآن يركز بالفريق المطلوب اللي بيسألوني شو مطلوب من التشابي المطلوب من التشابي الآن يركز بالفريق المطلوب من التشابي الآن يفور هذا الفريق المطلوب من الشاب الآن يركز على البدني والمنظومة لكن هؤلاء الاثنين مهمين جداً بنظرك بايرون يمكن أن يأخذ دور أبطال أوروبا بنظري لازم نسأل سؤال العكسي من يمكن أن يأخذ دوري أبطال أوروبا من بايرون بايرون هو الأقوى هو المنظوم الأقوى هو المرتاح بدنياً لكي دوري مريح أكثر وبالتالي بايرون مرعب بايرون مرعب لأنه أوراقه تحسها غامضة بالنسبة لكثير ناس لأنه لا يتابع بايرون كثير وهذا الشيء يجعل بايرون دائماً خطير ودائماً مرعب وبايرون مرتاح نفسياً في ملعب وطبعاً أنا زم اليوم للأسف شوف الملعب بدون جمهور لما يكون يعني يعني لما يكون بدون جمهور الملعب شيء حزين جداً أنا في سؤال لا أفهمتوش واحد يقول لي مدرب سان جيرما لم أسمع نفت الاسم اللي كاتب وصراعاً بشأنني احتر هل الوضع المالي غير قادر يشوف الوضع المالي لبرشلونة الآن سيئ لكن المفروض بعد سنة يتحسن للعب يعني بعد سنة لما ترجع الجماهير والأمور تمام ترجع أحسن واحد يقول لي برشلونة سينزل لدرجة الثانية لا 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 أبعيدة لا تراهنيش عليها واحد يراهني عليها لا تراهنيش عليها لا يوجد توقعات للقرع يسألوا عن توقعاتك للقرع لا يوجد توقعات للقرع هناك إحساس ومشايا للقرع يعني مثلاً تتخيل أن يوفينتوس تصدر مع يونايت تصدر أنه لا يوجد رونالدو ممكن تشوف رونالدو يلعب مع سيميوني مثلاً والله بايرن تصدر باريس سان جيرمان ثاني فرصة للانتقام ممكن تشوفها، هذا ما أدور عليه دائماً بإحساسي يعني أنه أشوف رقاءات انتقامات لأنني أحب مواجهات الانتقامات كيف ألمانيا مع فلك؟ شفناها قوية جداً تتحرك بسرعة وبشكل ممتاز أحد يقول ليس زعناً على برشلونة، لا من زعناً على برشلونة بس حزين بشكل عام بشكل عام على أني مش هشوف برشلونة في أدوار المتقدمة ترش تيجن، ما هو وضع؟ مش ترش تيجن تاع البدايات نزل مستوى، بيرتكب أخطاء، مهزوز لثقته بنفسه، هذا بكل وضوح نطلع لفوق شووين، نشوف إذا في أسئلة كازيس قال برشلونة موضة، يعني عشر سنين وكازيس، يعني دعوكم صراحين كلمة ما يعني بورلن، ما يعني موضة؟ هناك شخص مسعيد تذكروني في هذا، سعيد مرتقي ما يعني موضة؟ أنك سيطرت 7-8 سنين، هذه موضة؟ أنك من 2006 إلى 2015، تسع سنين، جبت دور الأبطال في 2006، 2009، 2011، 2015، يعني نصف سنين، هذه موضة؟ كل الأندي هيك، الكبرى عشت فترات موضة، واحد يقول لي، سعيد مرتقي، أنت برشلونة مضغوط، شوف، عشان أقول لك، ستصريه معك سعيد، هذه أنا بسميها أنه أنت نفسك تحس أنه فيناس مضغوطة، وأنا بشرح برشلونة، وبالتالي أنا بش مضغوط، فاطمئن، أنا بش مضغوط، دور لك على واحد ثاني، تقول عنه مضغوط، ما رأيك بإشبيليا؟ إشبيليا ضيعت تأخل مجموعة سهلة، أعتقد أنه بتيجي سيكون تحت الضغط الكبير الآن، أنه لن يردون منه أقل من طب 4 في دور الأبطال، يعني أنا كنت توقع أن أهل دور 16 دور الأبطال، ويخرج خامس دوري، ويذهب دور الأوروبي، لا يكون لديهم مشكلة معه ماديا، إلا أنه سيكون تحت الضغط، ويمكن يفكروا فعلاً، شميلة فريق طموح، فريق يحب يتطور، فبالتالي ممكن يخرج منه، لا يريدك بصراحة يعني صعب جداً، صلاح إلى برشلونة، ستكون فكرة عظيمة، لأنه صلاح إلى برشلونة معناها رفع الثقة بالنفس، معناها تدعيم الفريق، الشخص يعني بهداف اللي هو بدوره عليه، بلاعب تكتيكي ممتاز، جمال موسيان لاعب ذاكي جداً 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 جداً، جداً جداً، لاعب أحبه جداً، أحسه فاهم كرة القلب، الضغط على اللاعبين الشباب زي جابي وهذون نعم ممكن قدر الإصابة، هل بوسكيتش وقلبة يمكن البناء عليهم بالمسروع الجديد؟ تاريخياً ثبت أنه لازم يكون في كل مشروع جديد لاعب أو لعبين خبرة، لاعب أو لعبين تابتين من الخبرة، حتى لو مستوهم مش مية في المية، لازم يكون عندك الخبرة عشان كثير أمور، الوحيد الذي سيوقف بايرون هو ريال مدريد، دعني نرى، أنا أعتقد فيه أكثر بالفريق لما يلعب مع بايرون، سيكون خطير على بايرون، منهم بريع مدريد، منهم باريس سان جيرمان، حتى الآن رغم سوقه في الدوري وسوقه مع بوكتينو، منهم أيضاً أكيد من سيتي ليبربول وتشيلسي، إيش الحل للبرشة؟ عملنا فيديو زمان عن توب فايف مشاكل البرشة، واللي هي كانت بالعكس بتصير الحل، أهم شيء للبرشة أول شيء يعرف يشتري لعبين، وثاني شيء يوقف سياساته العاطفية المسيطرة جداً، وهذا، هل ندم سيتي على بيع سنة؟ في الحقيقة يا محمد، سيتي لا بيع سنة، السنة هو اللي بدي يرجع بايرون منخ، هو اللي طلب يطلع، عقده كان بيخلص، وكان أصلاً إيجت طبعاً إصابة رباط صليل، واللاعب رفض يطلع، فبعوا، فكان قرر صحيح، لكن الحقيقة الأهم، إنه قداش كسب بايرون من الصبر على سنة، بعد موسم أول ما كان تمام أبداً، سنرى دقيقة أسئلة ثانية، هل عودة إجريزمان ستعود بالفائد؟ لا سيرجع إجريزمان، يعني إجريزمان مبارح بعد، قولهم مبارح، هل عودة إجريزمان على برشلونة؟ لا سيرجع، هل برشلونة لازمهم حارس؟ برشلونة لازمهم كثير، لكن أنا أعتقد لازم برشلونة يفكر، قبل بالحارس يفكر بأشياء تانية، يفكر بالدفاع، يفكر بالمر حارس، بالهجوم، بالخطر وسط، بعدين يفكر بالحارس، لأنه لسه الحارس ممكن يرجع لمستوى، تشافي جاء بالوقت الغلط، نعم، ممكن يندم من العلم على جيته بالوقت الغلط، بايرون مستوى أقل من العادي اليوم، صح بايرون اليوم لا أقدم أحسن ما عنده، لكن لا يمكنني أن أقول عنه عادي، لأنه قدم ما يكفي أنه يجعله يفوز، محمد عوانت أحسن محلل، شكراً كثير، أنا صحفي وكاتب للعلم، لا أريد أن أصبح حالي كمحلل، لماذا لا تهتم بالبطول العربية؟ أنا أهتم بالبطول العربية، وأحضر كل مبارياتها، وحكيت أنه بالأخير لا أستطيع أن أجعل حياتي 24 ساعة ما بين، أنا لدي دوام رسمي الصبح، وبعدها لدي العمل الذي أعمل معكم الآن، لا أستطيع أن أجعل حياتي كل مجرد أن أصور كل القدم، عندي نصف ساعة، ساعة، ساعتين، أحاول أن أحضر فيهم مباراة كأس العرب، الذي يتمثلي أنا قيمة خاصة كمشجأة، وليس كشخص يريد أن يتحدث عنها، الرتس خطير جداً، الرتس طبعاً خطير جداً، خطير ومرعب الرتس، لما يكون بمستوى ويكون بالمستوى، ويكون بالتبعه، لا، يصبح مرعب، وأنا أتمنى أن أرى بربول مع بايرل، أتمنى أن تكون، لكن ليس ستصبط الآن، من أن نستطيع دور الثمانية، ستكون براءة عظيمة جداً جداً جداً، دعنا نرى ما زلت التعليقات، هل تشابه رح يتمشى؟ لا، طبعاً تشابه سيستطيع الأخذ الموسم 100%، سنرى كيف تتوصل هذه الأمور، هل يجوز صدام الاندي الإنجليزي في دور 16؟ لا، لا أبداً، لو كان فيكتور فوند، ربما كان وضع برشلون أحسن، لا أتذكر، عملت فيديو لما قلت أن أعتقد أن أفضل رئيس لبرشلونة في الفترة الجديدة هو فيكتور فوند، وليس لابورتا، لسبب بسيط أن فيكتور فوند رجل إداري، رجل مالي، والمشكلة الحالية مشكلة مالية، مشكلة إدارية، هل توقع ديمبلي جدد؟ أتوقع برشلونة ودمبلي ليس كثير تماماً مع مسألة التجديد، الاثنين، واحد منهم يدور على عقد أفضل، وهو ديمبلي، واحد منهم يدور على لاعب بداله، وهو برشلونة، فلو الاثنين وصلوا لحل، أنه أنا لقيت بدالك، وأنت لقيت عقد أفضل، سيقول له بعض مع السلامة، بصراحة، ديمبلي هو أفضل لعب برشلونة بالهجوم، لكن حتى الآن ديمبلي إفادته نحو المرمى محدودة، يعني ما بيسجل، ما بيحسن، ما، 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 فأنت هتقول ليش أزيد راتبه، ليش أعطي راتب عالي، ليش أجيب لاعب براتبه، بس فعال أكثر، ما ينصاب بيده، يعني مسألة معقدة، مسألة ديمبلي، فيه الجودة، فيه السرعة، فيه الثقة، فيه الإشاء الخطير، لكن لا يوجد الإشاء المفيد، وهذه هي المشكلة. ماذا لو فاز يوفينتوس بدور أبطال أوروبا؟ سأعتزل، أنا محمد عواد من الفرحة سأعتزل، كنت أعتزل بعد كأس العالم، لا سأعتزل لك الآن، ليس بعد كأس العالم. مولر تطوره طبعاً له علاقة بهانز فليك، له علاقة بمدرب، يجع لعب مهتز نفسياً، يفهمه ويذكره شو كان، ويعرف برنامج تدريبي، وأدوار مناسبة لدوره الجديد، وشخصيته الجديدة، تجعله يصل على المستوى، لماذا لا لعب مبارات فيالان وأطلنطا؟ بسبب الثلوج، أن الحكام والفريقين رأوا أنها غير قابلة للعب كثل الخدم، نرى إذا هناك تعليقات جديدة، ما رأيك الموقف تشيلسي؟ تشيلسي فريق قوي، ومنظومته قوية، لكن أنا قلت بشكلها، تدور بشكل غير طبيعي في الثلث الهجومي، وهذا الشيء سيجعله يوصل إلى مشاكل، ويجعله زي اليوم بشكل غير طبيعي، عندما قلت خط الوسط، فهذا سيجعله تدور المشاكل، لازم يعني يثبت شوية على الفريق، ليعطي الفريق وقته زي ما عملين بربوز، زي ما عملين الستي، بعدين أقعد داور، يعني ليس من أول الموصل، لو ميسي يبقى يتغير شيء، أكيد سيتأهلو من الدولة، ببسطة، تشليسي والريال مدريد حلوة؟ حلوة تشليسي وبيرون حلوة، تأخيل مع 거x، تشليسي وبيرون حلوة، يدع مبارا حلوة جدا، باريس سان جيرمن مع ريال مدريد حلوة parapكبلية بيرون م особلا على ideological تشيلسي الحمد لله بنتوس نحن هذا الذي يتأهل من مجموعة ريد بورد سارسبورغ على أمل من النهائي بدل كثير كثير لنرى القراءة يا شباب نريد القراءة محمد عوات يتشارط معي الريال يأخذ دور أبطال السيف يتشارط معي أن الريال سيأخذ دور أبطال أتحداك أو لا أتحداك لا أتحداك سوف نرى تذكرني السيف عندما أطلع المباشر بعد نهاية دور أبطال حتى لو كنت أقوم بقيت لأنف له لو كان هذا تعالي سوف ترجع لي وتقول لي أنت صح ما سوف تتحدي دور أبطال لا أتحداك لن تتحدث معي لا أحداك بصراحة أن يأخذ دور يوفنتوس أو يأخذ من ما تأخذ لا يوجد مشكلة ثانية بعدها الليبر أقوى من بايرون دعهم يتواجه لا أعتقد أن لا نرى حدة الليبر ضد بايرون لا يستطع أن بايرون سيضغط الليبر بشكل يجعل حدة حدته في الضغط العالي خطيرة جدا. دعنا نرى. انا اعتقد الاثنين سيضبينوا ضد بعض خايفين من بعض. ما رأيك في فينسيوس؟ حكينا كثيرا. في وستهام لا يوجد علاقة بدور الأبطال اللي بنحكي عنه بيدرده شيء انجليزي. هل ممكن الريال؟ رأيك في تشيلسي؟ حكينا رأييك في تشيلسي. كثير من الناس بسعى عن تشيلسي. واضح انه دخيل يعني رجع الحماس. اللي بسألوني عن القراءة. القراءة يوم الاثنين. مستقبل تشافي لآخر الموسم. لازم نشوف تحسن بالنتائج. ونشوف شكل فريق. ونشوف حالة إيجابية من المعنويات. ثلاث أشياء. إذا ما جابهم. أنا مش هستبعد إنه تشافي يرحل مرة ثانية. بالصيف. لا بورتا مستعدة يضحب كل الناس. عشان ينجح. مشاركة العراق يزيدان إقبال مع يونيتد. موهبة. كنا من يعرف أنه عندنا موهب كبير في مع يونيتد. عربية. وكلنا من اتمنى له التوفيق. سنصبر عليه أكبر 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 أكبر. هل يحقق برشلونة؟ بمزح معكم على مدريدي. بيقول لك هل يحقق برشلونة قبل أبطال هذا الموسم؟ يسعد مساكي أبو قاسم؟ واحد بيقول لك أتمنى ريال مدريدي واجهة شلسي. حلوة فرصة انتقام. توقيت شابي قدومه كان خطأ. قناة التنمية البشرية هل خلاص تركتها؟ ما تركتها صار خطأ للأسف من شخص بيشتغل معي كان في القناة وأدى إلى حذف القناة وعدم عودة القناة. حرج على ما يرجع الوقت إن شاء الله. هل ممكن برشلونة يتعاقد مع هلند؟ صعب جدا ماليا لكن والله لو ما كان برشلونة إلا أغامر ماليا وكل شيء اسمه ماليا وأجيبه. حتى لو تعقبت خانون لعب مالي نظيف لأنه ناقصني واحد يشيرها الفريق. ماذا يختلف لو الريال اللي عم مع تشيلسي واحد بسألني حلوة الفكرة. اللي بيختلف إنه تشيلسي ما عاد فريق مفاجئ. معوف. واللي بيختلف إنه جونيور مش هزر أفضل. واللي بيختلف أيضا إنه الريال الآن عم بلعب بشكل مما ما يسميه أكثر إيجابية من الشكل اللي كان يلعب فيه مع بزيدان في الفترة الأخيرة. أعتقد ريال الحالي أفضل من الموسم اللي واجه فيه ريال مدريدة تشيلسي. ريال تشيلسي اللي خسر كان ريال تكتيكي ريال قائم أكثر على التوازن اللي بيخلقوا الزيدان. أعتقد هذا الفريق أخطر هجوميا من فريق زيدان في الفترة الأخيرة عشان الناس ما تفهمني غلق. هل خسرت اليوم سببها تشافي؟ بصراحة لا. لا بسببها مش تشافي. يعني خسرها يعني سببها إنه بارشلونة بايرن كتير أقوم ببرشلونة يعني وأعتقد لو برشلونة كل ما زاد شوي بمستوى كان حيواجه مشاكل. أنا حاخد آخر ثلاث أسئلة وننهي الحلقة. نشوف لماذا بايرن رينغ أداءه بيكون سيء الغاية اليوم وعدم تركيز أمام المرمل أنا المباراة ما بتعني له جاي من مباراة كبير ليش ضيعوا كثير فرص بايرن ما بتعني له مش معني إنه يعذب الخصم كثير وبالتالي الموضوع يعني مش كثير مشكلة. واحد بقول لي من يوم مغطرت السلعة وبرشلونة ما شافوا الخير لا هي عبيدة لعيونكم ها منشيلها بس يعني أصبروا منشيلها. يعني ها خلين شلكم يعني ها شايفين في ضربة كبيرة براسي زي ما انتم شايفين. وإن شاء الله بعد فترة هتختفي حسب الأدوية والهاي الكريمات اللي بناخدها هاي شلناها عشان برشلونة يشوف الخير إن شاء الله. رأيك في ميلان ماشي صح ما يستعجلش. ما يذكرش الماضي كثير ويعيش عليه قده حاليا والله يوفقه بالمستقبل. نوصل آخر سؤال أداء يوبنتس اليوم مبارا يوبنتس لعبها بالاحتياط صعبة حتى عنها أخذ آخر سؤال ناس ضربوا مني آخر سؤال ولا يهمكم. هاي آخر سؤال ندور على سؤال جديد ما هو مصير رونالدو مع المدرب الجديد هذه هذه أخدوعة إعلامية خلقت ما في مدرب جديد بيفهم بفكر يضحب رونالدو. من حيث الثقة بالنفس من حيث الحسم من حيث كل شيء ما في فرق وجدا لضحي برونالدو. هذا ببساطة والمدرب بضحي برونالدو مدرب فقد عقله حاليا لأنه مازال رونالدو فعال ما زال بيسجل مازال هداف. رونالدو باللحظة اللي بشوف حاله فيها مش مناسب ومش مفيد تصدقوني حين رحل حاله. نوصلوا لنا إلى هذا الفيديو كل بحكم أنا محمد عواد شكرا كثير لإلكم والسلام عليكم ورحمة الله.